اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها عصام نجاح وبدايتنا بالعنوين السياسة الخارجية التركية تحولات مهمة وانفتاح على الحوار مع اطراف عدة في المنطقة نصر تبلغ الاتحاد الافريقية تمسكها بابرام اتفاق قبل ملء سد النهضة واثيوبيا ترفض اي وساطة دولية مساعي احياء الاتفاق النووي تصطدم بتعنت واشنطن وطهران ورفض تقديم تنازلات نستهل مجالنا بملف السياسة الخارجية التركية والتي تشهد تحولات مهمة منذ مطلع الحام الحالي حيث اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان التعاون الاقتصادية والديبلوماسية والاستخباراتية مع مصر متواصل ولا يوجد اي مشكلة في هذا من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو ان الاجتماعات الثلاثية بين بلاده وروسيا وقطر بشأن سوريا لا تشكل بديلا لمسارات جينيف او استانا وغيرها بل متممة لها هذا فيما تستعد تركيا لاحتضان مفاوضات سلام افغانية الشهر المقبل تقول انقرة انها مكملة لمباحثات الدوحة تفاصيل اكثر لدى الزميلة امنة العمدوني تفضلي امنة فعلا عصام نشاط مكثف للديبلوماسية التركية خلال الاسابيع الماضية عنوانه الابرز مرونة سياسية وتحركات مكثفة مع تطورات في العلاقات الخارجية تحركات بدأت باحياء الاتصالات الدبلوماسية بين انقرة والقاهرة حيث زادت قنوة التواصل بين البلدين في الاوينة الاخيرة بعد ان كانت محدودة اواخر العام الماضي خطوة يرد تطبيقها ايضا على صعيد العلاقات التركية مع عدد من دول الخريج على غرار السعودية والامارات وقطر في حال اقدمت هذه الدول على خطوة ايجابية كما شهدت ملفات السياسة الخارجية حراك بين انقرة والدوحة في الملف السوري للتأكيد على مواصلة دعم العملية السياسية في سوريا بالاضافة الى دخول تركيا على ملف مباحثات السلام الافغانية بشكل ديبلوماسي مكثف تشدد انقرة على المساهمة في ايجاد حلول وتسويات لعدد من القضايا الاقليمية العالقة حيث شهدت العلاقات التركية المصرية مؤخرا تطورا ملحوظا مع استقبال تركيا للخطوة المصرية باحترام الجرف القري التركي بايجابية كبيرة ويؤكد المسؤولون الاتراك ان الاتصالات مستمرة مع القاهرة على اكثر من مستوى تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل الا انه ليس على المستوى الاعلى وفي حال ظهور نتائج ايجابية من المباحثات التجارية مع مصر يمكن ان ننقلها الى مستوى اكثر تقدما لا يمكن ان نسمح بالخلاف بين الشعبين التركي والمصري كما لا يمكن ان نضع مصر واليونان في سلة واحدة ويؤسفنا اجراء السعودية مناورات عسكرية مشتركة مع اليونان وسنبحث هذه المسألة مع السلطات السعودية في الملف السوري ومع عشرية الثورة تتحرك انقرة مع الدوحة وموسكو لكسر الجمود السياسي الحالي مركزة على اسس واضحة وهي وحدة التراب السوري ومكافحة التنظيمات الارهابية خطوة تتفق مع مطالب الشعب السوري وتطالب بحل سياسي للازمة السورية يكون اساسه القرارات الدولية وعلى رأسها قرار 2254 اما فيما يخص ملف الدبلوماسية التركية مع دول الخليج فقد اكدت الخارجية التركية دهول علاقات تركيا مع السعودية والامارات وقطر مرحلة جديدة مع امكانية ان يسهم ذلك في تحسين العلاقات بين انقرة من جهة والرياض وابوظبي من جهة اخرى انتعاش الجسر الدبلوماسي بين انقرة والقاهرة وعدد من دول الخليج يأتي في ظل استعداد تركي للتجاوب مع اي خطوات ايجابية لتحسين العلاقات الثنائية مع حماية مصالحها عبر سياسة خارجية قوية وتنسيق وثيق ومستمر في مختلف اوجهات عونا ثنائي والاقليمي وحتى الدولي شكرا لك يا منا ونرحب مشاهدين بضيفنا عبر سكايب من اسطنبول البرلماني التركي السابق والباحث في الشان التركي سيد رسول طوصن سيد رسول مرحبا بك هل يمكننا القول بان السياسة الخارجية التركية تشهد حاليا اعادة تموضع في كثير من القضايا يمكن ان نقول ان هناك متغيرات اقليمية فرضت على الاطراف كلها لاعادة النظر في سياساتها الخارجية فهناك خلافات وهناك مصالح مشتركة فالمصالح المشتركة حاليا في الظروف الراهنة اكبر وانفع من الخلافات فلذلك نرى ان الطرفين التركي والمصري يتبادلان التفاهم واللقاءات بدون اي شروط مسبقة فهذه هي خطوة ايجابية لتحسين العلاقات بين البلدين الشقيقين فيما يخص هذه العلاقات ما بين انقرة والقاهرة برأيك الى اي مدى يمكن ان تذهب هذه العلاقات في ظل هذه المتغيرات اعتقد ان لم تكن هناك عراقيل من الطرف الآخر تركيا مستعدة لتطوير العلاقات وتحسينها وتعزيزها مع الدولة الشقيقة مصر وكذلك الشعب الشقيق المصقي فانا اتوقع ان التحركات الدبلوماسية او اللقاءات الدبلوماسية قد بدأت وستصل الى مستوى ايجابية كما قلت ان لم تكن هناك مبادرات سلبية من الطرف المصري لان تركيا كما قلت تفضل المصالح المشتركة على الخلاف القائم بين البلدين في غير ذلك من الملفات او ساد رسول هل تسعى تركيا للعودة لدور الوساطة في بعض الملفات الراهنة منها على سبيل المثال ملف السلام في افغانستان بطبيعة الحال كما افاد وزير الخارجية التركي سيد مولد شاوشولو السياسة الخارجية التركية تشمل في كل الملفات بما فيها الملف الافغاني واعتقد سيُعقد مؤتمر في شهر أبريل القادم وستكون تركيا وسيطة بين الطالبان والحكومة الأفغانية لأن تركيا أصبحت خلال العشرين العام الماضية دولة لاعبة أساسية في المنطقة وكذلك تلعب دور أساسي في حل بعض الأزمات مثل الأزمة أو القطية الأفغانية وهناك عدد مشاريع عدد ملفات أمام الخارجية التركية منها الوساطة إقامة مؤتمر في تركيا في الأبريل القادم طيب أستاذ رسول هذه الإشارات والتحركات التركية ما تأثيرها برأيك على الاستقرار في المنطقة؟ تركيا أخيرا نصب ممثل خاص يعني يقتص بالقضايا الأفغانية والطرف الأفغاني الحكومي والطالباني كلاهما يسقان بتركيا فهذا يعطي لونا إيجابيا في تقدم لمعالجة القضية فلذلك هذه السقة التي يراها الطالبان وكذلك الحكومة الأفغانية أمر هام للغاية فإن شاء الله سينجح المؤتمر المزمع أخته في تركيا أبريل القادم هذا فيما يخص توجهات تركيا الجديدة في المنطقة لكن ماذا عن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؟ والاتحاد الأوروبي هناك أربع نقاط بالنسبة للاتحاد الأوروبي تركيا أعدت خارطة الطريق وأرسلت إلى الاتحاد الأوروبي تطلب أو تتطلب تركيا تحديث اتحاد الجماريك هناك اتفاقية لكن لم تحدث لحد الآن تركيا في المهن الأولى تطالب الاتحاد الأوروبي تحديث اتفاقية اتحاد الجماريك ثانيا هناك مشكلة التأشيرة فتركيا أيضا تطالب الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في ملف التأشيرات كذلك هناك اتفاقية لمكافحة اللاجئين أو الهجرة تركيا أيضا تطالب الاتحاد الأوروبي تحديث هذه الاتفاقية وأخيرا تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي في إعادة النظر في مكافحة الإرهاب لأن دول الاتحاد الأوروبي للأسف الشديد ما زالت تدعم الإرهابيين من كل من فكاكا الإرهابي وتنظيم فتو الإرهابي شكرا جزيلا من إسطنبول عبدالسكاير تركيا تطالب الجواب من الاتحاد الأوروبي أشكرك جزيلا أستاذ رسول توصن البرلمانية التركية السابق والباحث في الشأن التركي أبلغت مصر لاتحاد الأفريقية تمسكها بإبرام اتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي حفاظا على الاستقرار الإقليمي كما أكدت القاهرة دعمها المقترحة السودانية بتشكيل ربعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك القضية بينما تصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو المقبل وبينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بعد تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر مرحلة حريجة يشهدها ملف سد النهضة الذي فرض تقاربا على أعلى المستويات بين مصر والسودان بعد وصول المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود تحركات مصرية سودانية مكثفة في الآوينة الأخيرة كان أخرها زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى القاهرة وقبلها بأيام زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم ترجم هذا التقارب بإعلان البلدين تمسكهما بوساطة رباعية دولية بشأن سد النهضة رغم الرفض الإثيوبي لتلك الوساطة نؤكد على ثوابتنا في هذا الموضوع وهو الحفاظ على الحقوق التاريخية وطبعا مصالح الدولتين بما لا يضر بمصالح أشقائنا في أثيوبيا الموقف نفسه أعرب عنه السودان على لسان رئيس وزرائه نحن توافقت رؤانا تماما في أن هذا السد نود أن نصل فيه لتفاهم كما تفضلت أخي رئيس الوزراء يسمح بأن هذا السد يحقق طموحات ومصالح شعوب المنطية من مصر والسودان والثيوبيا فيما ترفض أديس أبابا أي تدوين لمفاوضات سد النهضة معللة ذلك بأنها تتمسك باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مع القاهرة والخرطوم عام 2015 تتمسك القاهرة والخرطوم برؤية مشتركة قبل ثلاثة أشهر فقط من الموعد المقرر للملء الثاني من السد ما يكثف الضغوط على إثيوبيا التي لم يتغير موقفها منذ سنوات لكن يصعب تحديد ما إذا كانت هذه الضغوط ستثمر في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع حداً لإثيوبيا التي أعلنت مضيها في الملء الثاني في يوليو المقبل تتخوف مصر والسودان من هذه الخطوة حتى أكثر من قبلها لأن كمية المياه التي يحتاج إليها الملء الثاني ثلاثة أضعاف الملء الأول وستخصم من حصة الدولتين لذا يبقى خيار لجوء القاهرة والخرطوم إلى مجلس الأمن وارداً لوقف هذا التصعيد فيما لم يستبعد البلدان الذهاب إلى خيارات أخرى وينضم إلينا من العاصمة السودانية الخرطوم أستاذ العلوم السياسية والدولية في مركز الدراسات الدولية دكتور الرشيد محمد دكتور الرشيد مرحباً بك مفاوضات سد النهضة الإثيوبي هل وصلت لطريق مسدود برأيك مع تعنط إثيوبيا وتمسك مصر والسودان في المقابل كل بوجهة نظره؟ نعم من الواضح أن مفاوضات سد النهضة تمر بمنعطف خطير وأن مستوى التهديد لدولتين الممر والمصب السودان ومصر حجموا مستوى التهديد في تزايد كل ما اقترب من موسم الأمطار إذ أن أثيوبيا أعلنت الملء الثاني في حالة التوصل لاتفاق أو عدم التوصل وهذا طبعاً يعتبر إدارة أحادية وهذا هو خلاف ما أجازته القمة التي انعقدت في الخرطوم ووضعت اتفاقاً إطارياً في العام 2015 كما أنه أيضاً يتعارض مع مؤسيق الدولية في أن تدار الأنهار الدولية بصورة جماعية أو أن يكون التركيز حول إدارة المنافع والتعاون وعدم إحداث أضرار أو ضرر زيشان فأن تقوم السيوبيا بإدارة المياه بصورة منفردة هذا غطعاً سيؤثر وبالتالي ستجعل من إمكانية التسوية صعبة رغم أن اختراح السودان السابق وحتى الحالي لأن السودان يعلم حجم الضرر الذي يمكن أن يصيبه من جراء عدم الاتفاق ولذلك السودان يبادر حتى في الرباعية بشكلها الحالي وذلك لأنه يؤمن بضرورة الحل السلمي والسودان مع السيوبيا المستقرة ظل السودان يدعم السيوبيا في الاستغرار لأن أيما تخلف أو حرب أو مرض السودان يدفع التمن في الحدود في شكل لاجهين في شكل نزوح ولذلك السودان يعترف مبكراً بحق السيوبيا في التنمية ولكن السيوبيا لا تريد إدارة جماعية دكتور برأيك لماذا ترفض إثيوبيا مقترح الوساطة الرباعية الدولية وهل يمكن أن تنجح مصر والسودان في فرض هذا الخيار من الواضح جداً أن السيوبيا تمارس الخداع الاستراتيجي سواء كان في قضية الحدود أو قضية السدود هي لا تعترف بالحدود بين السودان وأسيوبيا وكذلك لا تريد الدخول في اتفاق ملزم في سد النهضة ولكن لمعرفة الموقف الأسيوبي يجب دراسة الأوضاع داخل السيوبيا الآن أبي أحمد لديه مشكلة في التجراي مشكلة مستمرة لها تداعياتها الإنسانية وغيرها ولايته الرئاسية الآن يمدد بالتمديد وبالطوارئ له تحالفات مع الأمهرة سياسية وعسكرية وبالتالي الموقف الأسيوبي المتعنت يأتي مدفوعا من الداخل حتى يمثل سد النهضة وعاء على الأقل يمكن الحكومة الأسيوبية من جمع هذا الشتات نعم طيب دكتور وزير خارجية السودان قبل أيام قال بأن الخرطوم والقاهرة لديهما خيارات أخرى في حال إصرار أثيوبيا على موقفها ما طبيعة هذه الخيارات؟ نعم الخيارات كثيرة يعني تصعيد هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي يعد واحد من هذه الخيارات ممارسة ضغط على أثيوبيا من أطراف لها سقلها الإغليمي وربما وساطات عربية من هنا أو هناك هذا أيضا يمثل ضغط على أثيوبيا أثيوبيا كذلك هناك الكثير من الطرق الغانونية التي تجعل تنفيذ المراحل الأخرى من سد النهضة بمعزل عن السودان ومصر أيضا يمكن مواجهته وكل الخيارات تبقى خيارات مطروحة ولكن بالتدرج ولكن تبقى حلول أو مبادرات السودان سواء كانت بعطاة دور أكبر للخبراء أو باللجنة الرباعية وهي ليست حلفة الرباعية موجها يعني ضد سيوبيا بغدر ما أنه محاولة للتركيز على فترة الملء الثاني يمكن أن يتوصل الأطراف إلى الفصل بين الاتفاق النهاية الذي يحتاج إلى وقت أكبر وإلى مجهودات الرباعية وبين فترة الملء الثاني وهنا دكتور تأتي فكرة الحديث لأن إدارة المشروع تأتي فكرة الحديث عن عامل الوقت قصير حتى يوليو القادم هذا العامل هل يمثل ضغطا على القاهرة والخرطوم أم على أديس أبابا هو يمثل تحدي بالنسبة لكل الأطراف ولكن هناك مخرج دوما في أي مأزمة يعني يمكن أن يتفق على اللين الرباعي عند تولى عملية التفاوض في المراحل المتقدمة لأن الاتفاق النهائي في كل التفاصيل يحتاج إلى وقت ولكن على الأطراف السلاسة يمكن أن تلتقي وأن تتطور كما أن الرهان على الاتحاد الأفريقي أصبح غير مفيد لأن أشيب أن تنظر إلى الاتحاد الأفريقي باعتباره مسهل أو مبادرة حسن نوايا كما أن قضايا الإغليم أيضا يظل دور الاتحاد الأفريقي محدود فيها يعني حتى السيوبيا غضاياها الكبيرة حلت خارج الإطار الأفريقي النزاع في إغليم بادمي مع أريتريا وكذلك الأوقدين وكثير من القضايا هذه يتم معالجتهم فهناك مشكلة أو ليست عقدة يعني أن يتولى الحل الاتحاد الأفريقي أو محكمة العدل الدولية أو غيرها يعني شكرا جزيلا من الخرطوم أستاذ العلوم السياسية ودولية في مركز الدراسات الدولية الدكتور الرشيد محمد جددت الولايات المتحدة التأكيد على أنها لن تعرض حوافيا فزاء أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرمي في عام 2015 هذا فيما قال البيت الأبيض إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية استراتيجية أنشئت بين البلدين في المقابل تواصل طهران تمسكها بموقفها مؤكدة أنها لن تعود إلى تعهداتها وفق الاتفاق ما لم ترفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها ما تزال جهود إنعاش الاتفاق النووي تجري على قدم وساق في وقت خففت فيه إيران من التزاماتها بالاتفاق ترغب الولايات المتحدة بالعودة لكنها تطمح إلى أن تكون عودة بشروطها لا بشروط إيران واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 وفرضت عقوبات على طهران المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال بما لا يدع مجالا للشك إن واشنطن ستخيب توقعات الإيرانيين إذا كانوا يظنون أنها ستقدم لهم حوافز أحادية لدفعهم إلى مائدة المفاوضات حال غياب أي تحرك من قبلهم يعيد نيد برايس تأكيدا المؤكد ويضيف في مؤتمر صحفي أن بلاده على استعداد لبحث مقترحات ستساعد في إعادة الطرفين إلى مسار الالتزام المشترك بشأن الاتفاق وهي مساعدة مشروطة بجلوس طهران إلى مائدة المفاوضات أي باختصار التزام مقابل التزام يقول نيد برايس على الضفة المقابلة كانت واشنطن تناقش مخاوفها المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع تل أبيب البيت الأبيض قال إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل اجتمعوا افتراضيا تحت مظلة مجموعة ثنائية استراتيجية لمناقشة هذا الملف رغم ما يكتنفه من تعارض في وجهات النظر بين البلدين ففيما ترى إدارة بايدن أن على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق الذي أبرم إبان فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه الرئيس الحالي ترى إسرائيل أن السبيل لردع إيران هو الحزم رغم ذلك يرى مسؤولون إسرائيليون أن هناك فرقا إيجابيا لصالحها هذه المرة فالرئيس الأمريكي بايدن الذي تجمعه علاقة شخصية جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو يتحرك بالتشاور مع تل أبيب منذ البداية على العكس من أوباما الذي فضلا عن علاقته شخصية المتوترة بنتانياهو أتم الاتفاق النووي مع تهران بهده دون علم تل أبيب حسب مسؤولين إسرائيليين وينضم إلينا من العاصمة الإيرانية تهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين رويران دكتور حسين مرحبا بك تهران من جهة وواشنطن من جهة كل يتمسك بموقفه أهلا وسهلا بكم أهلا بكم دكتور هل وصلت الأزمة إلى طريق مسدود أو هناك قنوات يمكن الولوج من خلالها لحل حالة هذه الأزمة بسم الله الرحمن الرحيم لا أتصور أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود لأن أمريكا وحسب ما تقول أنها تريد العودة للاتفاق وإيران أيضا تقول أنها تريد تطبيق الاتفاق من هنا الخلاف هو حول الآلية وليس حول الهدف وفي تصوري أن هذا الخلاف المحدود يمكن أن يحل من خلال بعض الوساطات ما تقوله إيران هو قانوني باعتبار أن أمريكا خرجت من الاتفاق وهي التي يجب أن تعود إلى الاتفاق في حين أن إيران لا زالت في الاتفاق وكذلك باقي الدول الأوروبية وروسيا والصين وزير الخارجية الإيراني السيد ضريف أعلن أنه يحضر لآلية معينة لعودة كل الأطراف بشكل متزامن للاتفاق وسيعلنها خلال الأيام القادمة طيب دكتور حسين هناك مقترح روسي بتحرك متوازي من الطرفين تهران وواشنطن من أجل العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق ما مدى قبول هذا المقترح وهل يمكن تحقيقه فعليا نعم إيران هي تقبل العودة المتزامنة لكل الأطراف للاتفاق ويمكن إعلان يوم ما في ذلك اليوم وفي زمن محدد ومتزامن تقوم أمريكا برفع كل العقوبات وإيران أيضا تقوم برفع ما جمدته من التزامات في الاتفاق النووي من هنا أتصور أن الأمور هي تذهب بهذا الاتجاه طيب دكتور البعض يرى بأن الطرفين طهران وواشنطن كلاهما ينتظران نتائج الانتخابات الإيرانية الصيف القادم بعد ربما ثلاثة أشهر تقريبا ما مدى دقة وصحة هذا الطرح يعني في تصوري أن هذا الطرح غير صحيح يعني إن كان موجودا فهو مبني على تحليلات خاطئة لماذا؟ لأن عدم تنفيذ الاتفاق النووي سيجعل الانتخابات تتجه باتجاهات راديكالية معادية لأمريكا وهذا ليس لصالح أمريكا أمريكا لا تريد دفع الشعب الإيراني في استعدائها بشكل كامل خاصة أن إيران جاءت ووقعت الاتفاق وأمريكا انقلبت على الاتفاق وهي الآن مستمرة في الضغط إذا افترضنا إلى ما بعد الانتخابات من هنا الأمور ستكون لغير صالح أمريكا ماذا عن الموقف الأوروبي دكتور حسين والذي انتقدته تهران أكثر من مرة على الرغم من أن البعض يرى بأن الموقف الأوروبي هو ما حافظ على الاتفاق حتى الآن يعني قد نختلف في هذا الموضوع يعني هل أوروبا حفظت الاتفاق أم إيران حفظت الاتفاق إيران تحمل ثلاث سنوات من العقوبات والضغوطات القصوى وفي ظل جائحة كورونا ونقض كبير للقانون الدولي في نقل الأدوية إلى إيران وشراء الأدوية أساسا من السوق العالمية أوروبا نعم كان موقفها إيجابي ولكنها لم تلتزم حتى 1% من الاتفاق حتى المنصة المالية التي قالت أوروبا أنها ستقوم بعرضها ولكنها لم تلتزم بها من هنا نعم أوروبا كان لها موقف سياسي إيجابي ولكن لم يكن لها التزام عملي من هنا الآن إيران تطالب أوروبا بالالتزام بالاتفاق كما تطالب أمريكا بالالتزام بالاتفاق كيف تنظر تهران دكتور إلى ما سميه بالمجموعة الثنائية الأمريكية الإسرائيلية والتي أجرت أول اجتماع افتراضي لها وكان محور هذا الاجتماع هو إيران يعني إيران أولا لا تعير أي أهمية لهذا الموضوع لأنها ترى أن الكيان الصهيوني هو كيان عدواني ضد كل دول المنطقة وهو يهدد إيران من هنا إيران لا ترى أي شرعية في هذا التنسيق بين دولة غاصبة وغير مشروعة وأمريكا كقوة سلطوية تفرض عقوبات ضد إيران هذا التنسيق يعني إيران حتى لم تعره أي اهتمام باعتبار أن إسرائيل هي مولود أمريكا والنظام السلطوي الغربي شكرا جزيلا من طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين رويران مجالنا متواصل المشاهدين لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد انقضى عام على إعلان منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من مارس 2020 تصنيف انتشار فيروس كورونا وباء عالميا ومع استمرار تزايد عدد الوفيات والإصابات عالميا وبدء استخدام عدد من اللقاحات أبرزها فايزر وجونسون أنت جونسون الأمريكيان وأسترازينيكا البريطاني اتسع الجدل بين الدول بشأن أي اللقاحات أفضل وما إذا كانت ستضع حدا للانتشار المتواصل للفيروس عام قضى منذ عن صنف فيروس كورونا وباء عالميا لأول مرة ذلك الفيروس الذي وضع العالم في حالة رعب وركود اقتصادي فتكب البشر على مستوى العالم أجمع حتى تخطى عدد المصابين به العشرة ملايين والوفيات المليونين اقتصادات الدول والشركات العالمية وحتى الصغيرة منها ما تراجعت بشكل حاد ومنها ما فضلت إنهاء أعمالها لعدم تحملها الخسارة التي تتكبدها جراء الإغلاقات التي شهدتها دول العالم في محاولات لم تصل حد منع تفشي الفيروس لكنها ساهمت في التقليل من انتشاره ومع بدء فهم ما هي فيروس كورونا وطرق العدوى به بدأت اللقاحات بالظهور وأولها كان لقاح أسترزانيكا البريطاني لتليه بعدها لقاحات عدة منها فايزر الأمريكي وسينوفاك الصيني وفي ظل عدم تمكن الدول الفقيرة من شراء اللقاحات عمدت منظمة الصحة إلى إطلاق حملة جوفاكس التي تضمن وصول اللقاحات إلى تلك الدول بطريقة متساوية بداية العام الجديد 2021 شهدت تطورا على مستوى المواجهة مع الفيروس فحملات التلقيح انطلقت والنتائج بدأت تظهر إيجابية في مواجهة كورونا وبالتزام أعلنت الولايات المتحدة عن لقاح ثالث لها هو جونسون أند جونسون الذي أثبت بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فعاليته العالية خصوصا وأنه يؤخذ على جرعة واحدة فقط ذلك التضارب في نتائج اللقاحات وتعددها ولد حالة من الجدل بين الدول فبعضها مثل إيطاليا حضرت دخول لقاح أسترزينيكا إليها بعد وفاة رجلين عقب تطعيم هما به فيما عمدت أيضا النرويج والدنمارك وأيزلندا إلى تعليق استخدام اللقاح وبين اللقاح والمواجهة الشيء المؤكد الوحيد أن كورونا سيبقى حاضرا بين البشر أما الذي لا يزال مجهولا للعلم هو إن كان ذلك الكائن المجهري سيبقى جامحا دون توقف أو أن اللقاحات ستفوز بحربها ضده ونرحب بضيفنا من العاصمة اللبنانية بيروت أستاذ علم الجراثيم والدكتور المحاضر بالجامعة رفيق الحريري البروفيسور محمود علي حلبلب بروفيسور مرحبا بك بعد عام على إعلان وباء كورونا وباء عالميا هل يمكننا القول بأننا وصلنا إلى مرحلة السيطرة على الوباء أو ما زال هذا الكلام مبكرا مرحبا لحضرتك والمشاهدين الكرام للأسف من المبكر أن نقدر أن نقول أننا الآن أتمينا السيطرة على هذا الفيروس عالميا للأسف الإعطاء اللقاحات عالميا لا يزال ببطء للحقيقة حتى هذه اللحظة حوالي فقط 334 مليون جرعة عالميا في 121 دولة حول العالم وهذا أنا برأيي الخاص غير كافي على هذه الوتيرة التي تسير عليها حملة التطعيم عالميا وهذا بالتالي من المبكر أن نقول أننا نجحنا في السيطرة على هذا الفيروس أو على هذه الجائحة حتى نحن ممكن أن نسيطر على الجائحة ولكن الفيروس سيبقى أنا تصوري الفيروس لن ينتهي من العالم وإنما الجائحة قد تنتهي وإنما الوقت كم ستتخذ من الوقت لإنهاء هذه الجائحة أنا أظن ستأخذ بضعة سنوات على الأقل سنتين لنكون متفائلين من هذه الناحية المشكلة الكبرى هنا أننا لدينا اللقاحات الفعالة والآمنة وكل الصفات اللازمة موجودة للأسف هذه عملية التلقي عالميا هذا ما يعيق التصريع بإنهاء هذه الجائحة على الأقل هل أصبح العالم ملما بكل جوانب هذا الفيروس وطريقة التعامل معه أو أننا لازلنا في مرحلة الاستكشاف مع التطورات والتحورات التي تطرع على هذا الفيروس خلال هذا العام لدينا تقريبا مئة ألف بحث نشر بهذا الفيروس وأظن عالميا أو تاريخيا في العلم الحديث لم يتلقى أي فيروس أو جرثومة بهذه الأهمية وبهذه السرعة نعرف الكثير ولكن هناك نقطة مهمة جدا لهذا الفيروس التي لا يمكن أن نتكهن وهي التحور تحور هذا الفيروس بدأ نحن نفحص عينات قليلة لتحديد هذه السلالات نعرف فقط القليل منها الموجودة في إفريقيا الجنوبية وبريطانيا والبرازيل قد يكون هناك المئات بل الألاف من هذه التحورات ونحن لا نعلم وبالتالي لا نقدر أن نعلم كيف سيتجه هذا الفيروس وإنما الجواب لدينا إن أسرعنا في السيطرة على هذه الجائحة بإعطاء اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الناس ممكن أن نتفادى تحور هذا الفيروس قد يكون في نهاية المطاف تحور جذري وقد نضطر لإصدار اللقاحات جديدة وتأخذ وقت لتصنيعها موديرنا ابتدأت البارحة بإعطاء الجرعة الثالثة الخاصة لسلالة إفريقيا الجنوبية وننتظر النتائج في الأسابيع المقبلة كيف ستكون وإن تأخرنا سيتحور لابد دكتور رغم بدء حملات التطعيم كما أشرت حضرتك إلا أن موجة ثالثة بدأت في بعض الدول الأوروبية متى يمكننا أن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة المناعة الجماعية علميا تقريبا يجب أن نصل لحوالي 80% من سكان الكرة الأرضية لنقول أننا قد وصلنا للمناعة الجماعية ولكن هناك تخوف من انتشار السلالات السريعة للانتشار وإن هيمنت هذه السلالات في كل دول العالم بالتالي المناعة الجماعية قد تزيد قد نحتاج ربما لـ 85% إلى 90% من إعطاء الوقاحات لجميع سكان العالم وهذا طبعا هدف صعب الوصول إليه في الوقت القريب للأسف شكرا جزيلا من بيروت أستاذ علم الجراثيم الدكتور والمحاضر بجامعة رفيق الحريري البروفيسور محمود علي حلبلب في الثاني عشر من مارس من كل عام تحتفل تركيا بذكرى إعلان نشيد الاستقلال لشعرها محمد عاكف أرصوي نشيدا وطنيا رسميا للبلاد فبعد مرور قرابة عام على تأسيس البرلمان التركي في إبريل عام 1920 وإعلان الشعب التركي السيادة ظهرت فكرة كتابة النشيد الوطني لاستجماع حماسة الناس بعد الحرب العالمية الأولى وتأكيد الوطنية في وقت كانت الأنضول فيه لا تزال محتلة تفاصيل أكثر عن النشيد الوطني التركي ومراحل كتابته في التقرير التالي النشيد الوطني التركي أو باسمه الرسمي استقلال مرشي هي قصيدة ألفها الشاعر التركي الكبير محمد عاكف أرصوي خلال حرب الاستقلال التركي عام 1921 يتألف النشيد من عشرة مقاطع بحدود 41 سطراً ويعد نشيداً وطنياً ونصاً أدبياً تبدأ القصيدة بكلمة لا تحزن في إشارة إلى الآية القرآنية التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه وهما في غار حراء بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى بدأت دول الحلفاء باحتلال الأناضول والشرق الأوسط ما دفع الشعب في الأناضول إلى تنظيم قوى مقاومة ضد الاحتلال الغربي توجت بتأسيس مجلس الأمة التركي الكبير بقيادة مصطفى كمال في الثالث والعشرين من أبريل عام 1920 وبعد إعلان الشعب التركي السيادة ظهرت فكرة كتابة النشيد الوطني لاستجمع حماسة الناس بعد الحرب العالمية الأولى وتأكيد الوطنية في وقت كانت فيه الأناضول لا تزال محتلة وأعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة أنقرة مسابقة لاختيار النشيد الوطني التركي حيث قدمت جائزة قدرها 500 ليرة تركية للفائز وهو مبلغ كبير آنذاك وطلبت الوزارة من المشاركين كتابة نشيد وطني للتعبير عن روح حرب الاستقلال التي بدأت في التاسع عشر من مايو عام 1919 ورغم تقدم 724 قصيدة للمسابقة لم تجد الوزارة أي منها جديرا بالتعبير عن مشاعر الأمة وطلب وزير التعليم حمد الله صبحي من الشاعر محمد عاكف الذي كان نائبا في المجلس عن مدينة بردو المشاركة في المسابقة إلا أنه اشترط إلغاء الجائزة النقدية المخصصة إذا فاز في المسابقة وفي ليلة الخامس من فبراير عام 1921 أكمل محمد عاكف القصيدة وأرسلها إلى وزارة التعليم وقبل إعلان نتيجة المسابقة نشر النشيد في مجلة سبيل الرشاد وكان في مقدمة الشعر إهداء يحمل عنوان إلى جيشنا البطل وفي الثاني عشر من مارس عام 1921 وفي الجلسة التي أدارها مصطفى كمال أقرى البرلمان التركي قصيدة محمد عاكف أرسوي نشيداً وطنياً سمي نشيد الاستقلال لتحتفل تركيا في الثاني عشر من مارس من كل عام بذكرى إعلان نشيد الاستقلال وإلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات لهذا اليوم مع زميلة رشا الحلبي ماذا لدينا اليوم رشا؟ لدينا أحياء أسبوع القدس العالمي عصام نتابع أهلاً بكم دعماً ونصرة لقضية القدس وفلسطين دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لأحياء أسبوع سنوي تتضافر فيه الجهود والفعاليات والأنشطة في مختلف بلدان العالم نتابع أسبوع سنوي دعماً ونصرة لقضية القدس وفلسطين تتضافر فيه الجهود والفعاليات والأنشطة في مختلف بلدان العالم أطلقوا عليه أسبوع القدس العالمي والذي يوافق من الرابع والعشرين إلى الثلاثين من رجب ألف واربعمائة واثنين واربعين للهجرة ومن الثامن إلى الرابع عشر من مارس آذار ألفين وواحد وعشرين هذه دعوة لكم جميعاً مؤسسات وأفراد رجالاً ونساء شيوخاً وشباباً وأطفالاً أن تطلقوا العنان لفعالياتكم وأنشطتكم طوال الأسبوع في مختلف المحافل وعبر أثير الفضائيات والشبكات الإعلامية فعاليات عديدة أعلنتها جمعيات ومؤسسات لإحياء أسبوع القدس العالمي جمعية ميراثنا التركية دعت إلى تكثيف الأعمال الدعمة لفلسطين وزيادة الوعي بقضية الأقصى عبر مشاركة الجميع في فعاليات إحياء أسبوع القدس العالمي رابطة دعاة الكويت أطلقت أيضاً فعالياتها بهذا الصدد وتضمنت مسابقات وجوائز فيما نظمت هيئة علماء المسلمين في العراق أمسية شعرية بعنوان قوافين للقدس وقد أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة إطلاق مسابقة الأقصى المحلية الحادية والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتفسيره إلى هذا انتشر رسم توضيحي للمسجد الأقصى وبواباته الخمسة عشر منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة الأبواب المفتوحة موزعة بين السور الشمالي والغربي للمسجد الأقصى وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغارب الذي صادرت قوات الاحتلال مفتيحه عام سبعة وستين ومنعت المسلمين من الدخول عبره إلى الأقصى أما الأبواب المغلقة فموزعة بين السور الجنوبي والشرقي للأقصى في الفضاء الرقمي يغارض ناشطون عبر هاشتاج أسبوع القدس العالمي فالنضال الإلكتروني مطلوب من خلال النشر الفاعل طوال الأسبوع وهو أسبوع القدس والقدس لا بد أن يكون القضية الأولى ولا بد من حماية القدس والعمل لأجله حتى تحريره فهو قبلة المسلمين الأولى وأسف البعض لأن التطبيع يغطي على جرائم الاحتلال بل ويمنحها شرعية تاريخية كان يفتقدها ورأى مغردون أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية وقضية المسلمين الأولى من التراخي المخجل على المستوى الرسمي والتطبيع يوجب على الشعوب الحر الوقوف بثبات خلف القدس والأقصى والأراضي المحتلة وتوجه مغردون لأهل فلسطين عامة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط ومن رأس الناقورة إلى أم الراشرش مؤكدين حبهم للشعب والقضية فيما تمنى البعض أن يرزقهم الله الصلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز مقطع متداول من مشاركات تلميذ المغرب في أسبوع القدس العالمي مشاهد أدرس بالسنة الثالثة إعداذي بمدينة القنجة أريد توجيه كلمتي لفلسطين والقدس لو قامت جميع دول العالم بتطبيع علاقتها مع إسرائيل ستبقى القدس عاصمة فلسطين وهذا محفور بداخل ذكرتنا المواقف الرسمية كانت حاضرة في الفضاء الرقمي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ أحمد الريسوني شدد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولى كونها متعديدة الجوانب والأبعاد ولكل جانب أهميته وخطورته وحرمته أما الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القرداغي فأكد أن القدس هي المؤشر على قوات الأمة أو ضعفها والمشاركة بكل ما يمكن لتحرير الأقصى والقدس فريضة شرعية وضرورة واقعية اقتبس البعض من أقوال الشيخ رائد صلاح حين قال إذا خيارتنا إسرائيل بين السجن أو التنازل عن حقنا في الدفاع عن المسجد الأقصى فإن أخف ثمن ندفعه من أجل حرية القدس والمسجد الأقصى هو أن ندخل السجون فمرحبا بالسجون فيما اقتبس آخرون من أقوال الداعية السعودي المعتقال سلمان العود الذي قال يوما إن قضية الأقصى ليست مؤقتة بل يجب أن تكون قضية لكل العرب والمسلمين والمنصفين من العالم وتزامن أحياء أسبوع القدس مع اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلي شيخ عكرم صابري خطيب المسجد الأقصى من منزله في مدينة القدس المحتلة قبل أن يفرج عنه وقد اعتقل بتهمة نيته المشاركة في برنامج لأحياء ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى ومشاركته في أحياء أسبوع القدس العالمي نختم مع رسوم كاريكاتيرية متداولة نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم معودة إليك عاصم شكرا لك رشا في نهاية عقد من الحرب السورية اتخذت حياة أمينة ميكانيكية الدرجات النارية بعض المنعطفات غير المتوقعة في رحلة مليئة بالشكوك وتشير أمينة إلى أن الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة دفعها للبحث عن مصدر للدخل بعد وفاة زوجها لم تكن أمينة تتخيل أن تقتحم ذات يوم مجال العمل في أصلاح الدرجات النارية لكنها دخلته عن طريق المصادفة لنتابع قصتها موسيقى مرة بالأستراد عالم طلعت كثير حمل خضرة وحمل أغراض يعني أتفاجأ أنه شوفوا المقنصين على الأستراد يعني يكونوا طالعين يبلي سبحان الله ففضل من الله الحمد لله يعني يعني الله سفرنا بنروح أولا جيك أول أيام المشاكل كانت خوف يعني كانت حزن أكتر من الخوف بعدين اطورت لخوف هلأ كمان يعني كمان الوضع محزن جدا مو بس فكان حزين وكان خوف هلأ صار محزن يعني الناس كلها تعبانة ومضغطة من الغلاء من غلاء المعيشة آه طفولتنا أحلى طفولتنا أحلى من طفولتهم كثير يعني أول طفولتا أول ما يجوا لا يفرحوا ما يفرحوا يصار كان فيه جمنا جماعة من الغوطة يعني من الغوطة شابه مصلح هو بيصلح فعلى الشغل كان هو مستأجر محل صغير مواجه محلي فكان يضطر ينزل على حفيرة يجيب بطا فعرض عليه المشروع وإحنا قاعدين عم نشرب شاي يعني الدنيا باردين شغلين النار وقاعدين التام المحل كل واحدة عندها أبكار هي يعني ما فيه شي بيخجل هو الحمد لله خجل ما فيه أنا بالنسبة لأيلي ما علم في مجال إنه أخجل من حدا لأنه ما عم بشتغل شي غلط أنا حاب شغلي حاب بطوره وكبره بهذا نأتي إلى ختم مجالنا لهذا اليوم الذي نقشنا فيه السياسة الخارجية التركية تحولات مهمة سد النهضة أزمة تتفاقن بين أطراف الخلاف الاتفاق النووي تعاملت من واشنطن وإيران شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة